جولتنا على صفحات الجرائد الإفريقية الصادرة اليوم محطتها الأولى من السنغال ونقرأ على جريدة سيد كوتيديان بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعليق الدراسة بسبب وباء فيروس كورونا بداية الموسم الدراسي في السنغال لن تكون عامة في البلاد تقول الجريدة السنغالية التي أوردت مزيدا من التفاصيل في تقريرها وإلى القابون ونطالع جريدة لونيون التي كتبت أن عدد حالات شفاء من كوفيد-19 عرفت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا مهما لكن الجريدة حذرت لا ينبغي لنا أن ندعي النصر لأن الفيروس مستمر في الانتشار وبالعودة إلى موضوع فتح المدارس أو إغلاق المدارس في سياق كوفيد-19 هذه المرة في كينيا وموقع كينيانز بوانكو الذي كتب بأن أولياء أمور التلاميذ طلبوا من الحكومة تعليق إعادة فتح المدارس المقرر في أوائل شتنبر المقبل هؤلاء الأباء بحسب الجريدة أعربوا عن الأسف لأن الحكومة لم تلتزم بالتوجهات التي وضعتها اليونسكو لإعادة فتح المدارس وإلى إثيوبيا وتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي على صفحات أديس ستاندارت على سيما لجوء مصر إلى مجلس الأمن بعد فشل المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان الجريدة قالت إن السد الكبير لن يشكل أبدا تهديدا للسلم والأمن الدوليين ونختم هذه الجولة من جنوب إفريقيا وجريدة The Citizen التي أوردت تصريحات صادرة عن وزارة الصحة والتي أكدت أن جنوب إفريقيا تتجه في الأيام القليلة القادمة نحو ما أسمته عاصفة مدمرة بسبب كوفيد-19 وقالت إن فتح قطاعات جديدة من الاقتصاد أدى إلى زيادة في عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد